سباح الخير أهلاً وسهلاً بيكم النهاردة في حلقة جديدة من برنامجكم نعم أستطيع معكم لمياء البلدي أحب في البداية أوضح دايماً رسالتي في البرنامج البداية أحب دايماً أوضح النماذج الإيجابية من الشباب المصريين وخصوصاً اللي هم مندثرين أو مختفيين أو مش فيه ناس كتير ما تعرفش عنهم حاجة فأنا بحب دايماً أبرزهم في الحلقة بتاعتي وأعملهم فقرات مخصصة ليهم علشان دايماً الشباب يستفاد من خبراتهم ويستفاد من هدفهم اللي حققوه في الحياة وكل شاب وكل فتاة يكون له دايماً رسالة وهدف يعني يجري وراه كده علشان يقدر يحققه ويعمل المستحيل عشان يحققه وهنقول حتى لو ما حققوش كله وهيبقى على الأقل حاول وعمل اللي عليه أنا دايماً بحب أبرز النمازج ديت علشان أنا كمان ببقى سعيدة جداً لما بلاقي حد نجح في حاجة حتى لو مثلاً يعني الشخص ده أنا مثلاً معرفوش بس دايماً باستفاد منه أحب دايماً استفاد من النمازج الإيجابية اللي حوالي عشان جداً أنا أكلمكم النهاردة عن شاب أنا بالنسبة لي بعتبره يعني لما عرفته قصته واسمعت عنه بعتبره يعني أنجز إنجاز كبير جداً في حياته الشاب ده اسمه كريم سلام هو دلوقت سنه 25 سنة يعتبر في مجاله في مجال عمله من أصغر رجال الأعمال أنا بعتبره من رجال الأعمال لأنه ما شاء الله حق نجاح كبير جداً في المجال اللي هو ميشي فيه كريم بدأ منه هو عنده 19 سنة بالمناسبة في البداية أحب أعرف كريم أصلاً كريم رفعت سلام 25 سنة ووالده والدته توفه هو يتيم الأب والأم أنه هو طفل صغير يعني هو أصلاً ما شافش لا بابا ولا مانته تقريباً كده كمان خالته لربته وكمان خالته توفيت يعني توفته ثابته في سن صغيرة برضه قبل العشرين كريم وهو في الجامعة منه عنده 19 سنة كان دايماً عايز يبقى بيزنسمان عايز يعمل شغل نفسه ويبقى مستقيل بذاته مادياً يعتمد على نفسه يواجه الحياة بقى بكل صعوباتها كريم قرر أنه هو يفتح شركة للملابس الجهزة وملابس الشباب بالأخص وكان دايماً بيفكر زي زي أي شاب كده في البداية أنه هو يعمل تسويق أونلاين لأن طبعاً الإمكانيات كانت في البداية محدودة جداً فهو لما عمل شركة أونلاين كان واخد شقة صغيرة كده في شارع جانيبي عندنا في مدينة طنطة وما كانش حد يعرفها وكان بيسوق عن طريق التسويق الإلكتروني بس ما كانش بيجيله ناس كتير كانوا بيحبوا يعرفوا مقر الشركة أو المكان بتاعه لما كان بيحط اسم المكان كان فيه ناس كتير قوي بتتريق عليه يعني فيه فئة كبيرة جداً من المجتمع اللي حواليه يعني الناس اللي كانوا بيلاقي منهم تعليقات كانوا بيتريقوا عليه شركة إيه ديات ومش عارفة إيه وموجودة فين يا دي شركة ده شقة متأجرة ده فيها شوية بضاعة كده المهم كريم ما كانش بيستجيب للتعليقات السلبية اللي كانت ممكن تحبطه في حياته وكان دايماً ماشي في هدفه زي ما هو وعمره ما اتأخر يعني لحظة أو جان بيتأثر يعني ما كانش بيتأثر خالص المهم كريم حاول يطور من نفسه واحدة واحدة ولما الناس بقت تروح له المكان أو المقر الشركة بتاعته بقوا يلاقوا إنه هو معاملته كويسة ويلقوا إنه هو ماشي في مجاله بجدية وكده هنوضح لكم عن طريق هنوضح لكم فيديو كده هيبين المكان اللي كريم بدأ به دلوقتي كريم بقى عنده ماشاء الله في محافظات مصر جمهورية مصر العربية تسع فروع وحالياً فيه خمس فروع عيبية فتحه وزي ما احنا شايفين كده ما شاء الله فيه تزاحه مجرد يعني سمعته بقت كويسة جداً والشغل بتاعه أخذ سمعة يعني كويسة يعني وسط الشباب وسط الناس وبقى عليه زحمة كبيرة جداً جداً بقى بيعمل خمات كويسة بأسعار قليلة وده اللي جديماً الشباب بيدوروا عليه في ظل الظروف الصعبة وغلال أسعاره وكده كان كريم كمان دخل فكرة إنه يشتري القماش ويفصل حاجة ديات بنفسه وسع شغله وسع مجاله وحقق هدفه ولازال مستمر علشان يحقق هدفه كريم من الناس المكتهدة جداً 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 وبقى له شعبية وبقى له يعني سمعة كويسة أو فطنطة وبقى مسامي شركته فكسي بقيت معروفة وسط الشباب بقيت في محافظات كتير زي اسكندرية القاهرة المنصورة كفر الشيخ وفيه فطنطة تقريباً أربع فروع فمشاء الله كريم أنا بحييه جداً لأنه هو قدر يعمل إنجاز عظيم أي حد غيره كممكن يحبط من الحياة الصعبة أو المملة اللي هو موجود فيها لكن مشاء الله لسه مكمل حلمه ولسه عنده أحلام كتير هيحققها وأنا حتى لما تكلمت معاه لقيته ما شاء الله بالنسبة له يعني الحياة مفتوحة وعنده استعداد يحقق أكتر وأكتر وهو يعني شايف نفسه أنه لسه في بداية الطريق يعني ده معنى أنه لسه عنده حاجات كتيرة قوي هيحققها ما شاء الله أنا بحييك يا كريم وهتمنى أن كل الشباب تستفيد من رسالتك وتستفيد من هدفك اللي أنت يعني عملت مجهود كبير جداً عشان توصلوا وتحققوا وأتمنى أن باباكم ومنطق ربنا يرحمهم يا رب يكونوا دايماً شايفينك في النجاح تاو ومبسوطين بيك جداً وأنا سعيدة جداً جداً أن أنا تعرفت عليك وحبيت أظهرك في البرنامج بتاعي علشان كل الناس كل الشباب والبنات وكل ناس اللي في سننا واللي في سنك يستفيدوا منك ومن رسالتك ومن هدفك ومن إنجازك وتحقيقك وطموحك وأنا بتشرف بيك طبعاً أن أنت من مدينة طنطة وأن أنت حققت الإنجاز ده الكريم حقق كل ده خلال 3 سنين بس يعني من أول ما بدأ لحد ما وصل للشهرة دي واللي الاتساع في مجاله في 3 سنين بس يبقى معنا كده أنه هو يعني ما شاء الله قدامه لعمر أنه هو يحقق أكتر وأكتر فأنا بحقي كريم وأتمنى أن كل الشباب تبقى زيه النمازج الإيجابية ديت والجدة ديت واللي دايماً عندها طاقة وحيوية ونشاط أنه يتحقق دايماً تبقى موجودة قدام عينينا عندي تاني فقرة هتكلم فيها برضو عن شاب مصري وهو من محافظة الغربية برضو بس من مركز باسيون طبعاً ما شاء الله مركز باسيون بيطلع يعني ما شاء الله ناس كويسة طبعاً يعني من أشهرهم محمد صلاح لعيب الكورو هو من بلد جنب بلده برضو فأنا بحقي أهل الغربية كلهم اللي بيطلعوا النوابق دي الشاب ده يعني يمكن الموقع اللي أنا هتكلم عنه الشاب بشارك فيه لكن هو مش هو اللي مأسسه لكن هو أسس فيه حاجات كتيرة وساعد على انتشعه الموقع ده اسمه Talk English ده موقع موقع Talk English ده موقع تعليم اللغة الإنجليزية اللي خلاني أتكلم عن موقع تعليم اللغة الإنجليزية إن أنا دايماً كنت حابة أن أنا تعليم اللغة الإنجليزية ولأنها يعني تعتبر لحد ما ضعيفة جداً عندي بس كان دايماً كل كل ما كنت بس ألأي حد يقولي على أماكن يعني مثلاً زي أماكن بتجي كورسات أكاديميات فرعية مش حاجة معتمدة ما كنتش حابها قوي درجت أن أنا مرة وأنا في الجيم كده بسأل بنوتة صغيرة في الجامعة بقولها تعرفي ما كان كويس أخد فيه كورس إنجليز لقيتها وترد علي رد غريب جداً أنا نفسي يعني كنت مستاءة أن أنا ألاقي الرد ده من بنات وشباب اليومين دول تقولي سمعي أغاني أجنبية وأنت تتعليمي الإنجليزي طبعاً ده مش أسلوب ومش طريقة لتعليم الإنجليزي لناس اللي عايزة تتحدث الإنجليزية أو تتكلم بلا باقع أو على الألخص عندها مهارة وخبرة كويسة جداً في الإنجليزي لأن الإنجليزي بقى مطلوب في مجالات كتيرة في العمل دلوقتي إنما الموقع ده لو جينا نشوف هو اسمه توك إنجليش أسسه رجل مصري أو رجل أمريكي في جامعة واشنطن في الأدب الإنجليزي سنة 2003 الموقع ده الرجل ده اسمه تعرف على شاب مصري اللي هو من المركز بس يجن عن طريق الإنترنت ويعرف أنه بيشتغل في نظام البرمجة والإنترنت ويساعده في أنه يعني ينشر الموقع ده بشكل كبير جداً في خلال الأربع سنوات الأخيرة كان الشاب ده اسمه وليد الشيخ الشاب ده كان ليه فضل كبير جداً في أن الموقع ده ينتشر أكتر ويضيف ليه تطبيقات أكتر وأكتر كانت بالنسبة له ده إنجاز هو عمله في حياته لأن وليد كمان بيعاني من مشكلة في الكلام دي كانت حاجة تبعة يعني هو تولد بيها فما كانش عنده فرص كتير إنه هو يشتغل في مجالات كتير في مجتمعنا وليد كان يعني عنده هو أقصى عنده تهتها في الكلام وعنده زي العثامة كده ومش بيقدر يطلع الكلام كويس هو تحدى الصعوبة وتحدى المشكلة اللي هو تولد بيها دي وما أقفش مكانه وما أقعدش مكانه وقال أنا مش هقدر أشتغل ومش هلاقي لي مجال ومش هعرف ألاقي مجال إن أنا أشتغل فيه وليد تحدى كل الظروف الصعبة وقدر إنه هو يطور من نفس ويقعد على الكمبيوتر واللابتوب ويعرف فيه أكتر وأكتر لحد ما تواصل مع ناس برا مصر ومن ضمنهم ستيف كيم ده يعتبر واحد من هو تواصل معي بس ده أكتر حد عمل معه إنجليز بالنسبة لموقع توك إنجليش لو جينا نتكلم عنه هنلاقي إنه هو يعلم اللغة الإنجليزية بشكل صحيح جدا جدا لأنه هو بيحتوي على عشر تطبيقات وكل تطبيق بيعلم حاجة مختلفة عن التانية كمان موقع توك إنجليش هو عبارة عن تطبيق بيتحمل على الموبايل ممكن أي حد وهو يركب المواصلات قاعد في بيته قاعد في أي مكان ممكن يفتحه ويتعلم من خلاله ومش شرط أنه يبقى مشغل الإنترنت أو يبقى مشغل بيانات الهاتف أو يبقى مشغل الواي فاي يعني مش بيكلفه شيء بالعكس ده هو هيتعلم بسهولة جدا وهو أصلا موقع مجاني هيتعلم بسهولة ومن غير فلوس كمان الموقع بيساعد على عنده تطبيق كده من التطبيقات أو فكرة زي فكرة تشغيل الموسيقى علشان يقدر الشخص يستمع للغة ويعنده حسن استماع كمان علم أكتر من 200 مليون شخص طريقة المحادثة على مستوى العالم كله والتقدير أو التقييم بتاع الموقع على جوجل 4.6 من 10 من 5 وطبعا ده يعني النسبة عالية جدا في خلال الكام سنة الأخرانيين اللي انتشر فيهم الموقع حنشوف معنا فيديو كده توضيحي بصوت ستيف كيم اللي هو الرجل الأمريكي اللي في جامعة واشنطن اللي أسس الموقع في الأساس وبعد كده اعتمد على الشاب المصري في أنه هيطوره وينشئ التطبيقات المتعددة بتاعته وانشوف في الوديوان رغالو كتين شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة Third, practice speaking Click on a practice partner Press on the play button Read the me lines Let me show you Dad, what are we doing today? Kathy, it's a surprise Is it a special occasion? No, just a short family trip Finally, do the same thing but record yourself having a conversation Go to the record tab Choose a conversation partner Press start recording I'll record myself now Dad, what are we doing today? Kathy, it's a surprise Is it a special occasion? No, just a short family trip Save your recording Listen to your recording Dad, what are we doing today? Kathy, it's a surprise Is it a special occasion? No, just a short family trip After two months, listen to your first recording And then listen to your newest recording You will hear a big improvement You can also bookmark a lesson that you like Click on it again to remove the bookmark Click on the menu button to access other pages like the bookmark page If you practice one lesson زي ما شوفنا الفيديو اللي بيوضح طريقة استخدام الموقع tookenglish.com لتعليم اللغة الإنجليزية هي طريقة سهلة وبسيطة جدا وهتساعد الشباب والبنات اللي في سن صغيرة واللي حتى لسه مبتدئ واللي في أي سن انه يعرف يتعلم اللغة الإنجليزية كمان من صفات الموقع انه هو بيحتوي على خمس تلاف درس تفاعلي وتسع تلاف درس تفاعلي وتسع تلاف محادثة كمان الموقع ترجم اللغة العربية إلى جميع اللغات العالم ودي حاجة في حد ذات احنا نعتز بها لأن اللغة العربية هي أساس اللغات كلها ودايما كل الأجانب بيسعوا لأنهم يتعلموها ولأنها كمان لغة القرآن الكريم فهو يحولها إلى جميع اللغات العالم لسهولة التعامل لو جينا نشوف تطبيقات موقع توك انجليش أول تطبيق عندنا توك انجليش يوتيوب يعني عامل قناة على اليوتيوب كمان علشان تسهل عملية الشرح عن طريق أفلام الكرتون ودي حاجة برضو علشان الأطفال اللي هم حابين يتعلموا من هم في سن صغيرة فالقناة اللي على اليوتيوب ديت طبعا وغدة كمان نسب مشاهدة عالية جدا وده أسسها برضو الشاب المصري احنا قلنا الموقع الأساسي بس اللي أسسه الراجل الأمريكي لكن بعد كده الشاب المصري هو اللي كمل وكان ليه فضل كبير في ساعة انتشار الموقع ده على مستوى العالم كله في دول كتير ومن أشهر التطبيقات كمان English Conversation Practice اللي هو بيعلم الconversation المحادثات وممكن تكون كمان انت كفرد أو كشخص بتعلم انجليزي تكون أحد طرفية المحادثة والبرنامج بيجهز لك الطرف التاني بحيث ان انت تتعامل بشكل مباشر كأنك بتتكلم فعلا انجليزي مع شخص تاني وبيحتوي كمان على محادثات تفاعلية لممارسة التحدث بطريقة سهلة وبسيطة جدا من خلال برضو البرنامج وكمان التطبيق ده نقدر نقول اللي هو تطبيق English Conversation Practice بالأخص من ضمن التطبيقات بتاعت الموقع حملها أكتر من 5 مليون شخص على مستوى العالم كله وده طبعا إنجازه وشيء جميل جدا فيه ناس كتير أكيد ما تعرفش أي حاجة عن الموقع ده لو هم حابين يتعلموا الانجليزي يقدروا ان هم يعني يتعلموا من خلاله كمان بالنسبة ليه التطبيق التاني التالت تطبيق English Speaking Practice ده برضو بيعلم المحادثة والتحدث فيه مختلف محادثات الحياة يعني مش معتمد على مثلا مجال معين لا ممكن يكلمك في فاكرة عن الطعام فاكرة عن المدرسة فاكرة عن الأصدقاء فاكرة عن النادي يعني أي حاجة ممكن تقابل أي شخص في حياته ويكلم فيها بالإنجليش بيلاقي برضو ده عن طريق الموقع ده فيه كمان تطبيق الوب باسيك انجليش فأنا علشان ما تقولش عليكم وإن أنا يعني أعادكم شوي أنا حابة أن كل يعني حابة أوجه يعني لكل الناس إنها حابة تتعلم اللغة الإنجليزية تدخل بنفسها على الموقع وتتعلم منه اللغة الإنجليزية أنا واحدة من الناس هعمل كده علشان أنا شايفة أنه هو تطبيقاته متفرعة ويعني ما تركش ولا ثغرة واحدة بس في تعليم اللغة الإنجليزية بالنسبة أنا في نهاية الفقرة دي بحي الشاب وليد على الإنجاز اللي هو عمله في تعليم اللغة الإنجليزية ويحب أقول لكل الناس اللي حابب إنه يتعلم يتوجه لي الموقع ده التالت فقرة عندي يعني هي ثقافية جدا دي فقرة يمكن أنا لو تكلمت عنها في ناس كتير هتقول دي حاجة احنا عارفينها ومش حاجة جديدة الجديد بقى اللي هو اللي أنا جايباه هو مش جديد عن الموضوع لكن هي سقية الصاوي أنا هتكلم النهاردة عن سقية الصاوي ومن حب ليها ومن كتر ما أنا نفسي نروح أعمل عضوية فيها وإن شاء الله ده في المستقبل لأن سقية الصاوي دي من المراكز الثقافية المتخصصة جدا 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 وأنا حبيت أتكلم عنها النهاردة لسبب أن في ناس كتير جدا وفئات عمرية وشريحة من المجتمع ما تعرفش يعني إيه سقية الصاوي وفين هي موجودة فين إيه المجالات بتاعتها إيه اللي أنا ممكن أستفادوا منها طب أروح لها إزاي أعمل عضوية إزاي سقية الصاوي موجودة في الزمالك في الجزيرة في الزمالك أو في منطقة اسمها جزيرة الزمالك عند كبري 26 مي سقية الصاوي أسسها في البداية المهندس محمد الصاوي ابن الأديب المصري عبد المانعم الصاوي أسسها في 2003 وكانت تعتبر هي من أهم المراكز المتخصصة ما بعد المراكز الثقافية الحكومية اللي هي متقلدة أو متمثلة في أسور الثقافة ودور الكتب سقية الصاوي فيها وقاعات كتيرة جدا بتعرض عروض كتيرة جدا احتفالات هنشوف بالصور كمان في عندهم فريق الحضرة اللي بيقول التواشيح والتواشيح الدينية حتى هما كمان فتحوا بعد الحضر اللي كان موجود لسه عاملين يدوب حفلتين كمان بيساعدوا على فكرة التباعد الاجتماعي وعملين فكرة جميلة جدا هنشوفها في الصور اللي هو اللي هيروح يحضر حفلة مش هيعوك جنب التاني بهيلاقي فنانين قاعدين جنبه ده برضو بيساعد على تباعد الاجتماعي سقية الصاوي دايما بتعالج المشاكل الاجتماعية والأحداث اللي بتحصل يعني على الساحة الاجتماعية من أحداث مشاكل زي مثلا مشكلة التحرش لأنها نيع الجيتها ومن 2007 كمان لها صفحة على الفيسبوك والسقية الصاوي كمان اللوجو بتاعها مكتوب عليها التسقي ثقافة وفكر وده شيء جميل جدا وده شيء جميل جدا يخلينا ان احنا دايما كلنا نعرف ايه يا سقية الصاوي ازاي نعرف نعمل فيها عضوية او ان احنا نروح نتعلم فيها شيء مفيد لأنها بتعلم مجالات كتيرة جدا وبتهتم بالمواهب وبتهتم بالكتب وفيها مكتبة كمان سقية الصاوي بتعلم بتنامي اللي عنده شاعر بتنامي اللي عنده مواهبة الغناء تمثيل المسرح فانا احب اوجه رسالة لكل البنات والشباب اللي في سنة صغيرة اللي عندهم مواهب وحبين هم يناموها يتوجهوا اليها وان دي من الافكار الجميلة جدا والجدة جدا في الحياة الثقافية عندنا في مصر اللي هي اصلا فيها اثراء كبير جدا للحياة الثقافية اللي تعتبر يعني الى حد ما بفيه ناس كتير بتتنساها فانا حب اشكر الاسس الساقية ديت وسمها الاسم ده اوجه رسالة لكل الناس انها ايه تعمل فيها عضوية وانا اولكم اخر فاكرة عندي فاكرة صغيرة جدا لكن هي مغزاها كبير انا حابة اتكلم عن الاخلاق علشان موقف معين حصال لي كده واحد كان خابط في عربيتي فانا بتكلم معه اسوب كويس فغلط فيها واللي زعني جدا ان هو مربي ومعلم اجيال والشخص ده انا عرفت ان هو مدرس وبيعلم اطفال يعني مدرس ومدرس لغة عربية وقرآن كريم فانا يعني اعتقد ان هو لغة عربية مش قرآن كريم فانا كانت مستاقة جدا من رد فعله وحب اواجه رسالة لبعض العناصر السلبية اللي في بلدنا ناصر عن فكرة الاخلاق الاخلاق ده خلق او صفة يعني ورثناها عن الرسول عليه الصلاة والسلام وربنا سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوات حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فلابد ان احنا نقتدي بالرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في الاخلاق لانه كان من اشهر صفاته ان حسن الخلق وكان دايما بيدعو الى حسن الخلق كل اللي حواليه وكان بيدعو العالم كله الى حسن الخلق وانه يثقل الميزان والشاعر احمد شوئي قال صلاح امريكا الاخلاقي مرجعه فقو من نفسه بالاخلاقي تستقمي اذا انا بوجه رسالة للعناصر السلبية ان الاخلاق وردود الافعال اللي بتدل على الخلق الكريم ده لازم احنا كمان مش يبقى موجود فينا بس ده احنا نزرعه في اطفالنا علشان احنا قدوة ليهم وشان يعني بعد كده نلاقي الزرع اللي زرعناه في اطفالنا اصبح ثمرة ومنتجة ونلاقي اطفالنا مقتدين بينا في النقطة دي فازاي احنا نبقى مربين اجيال ومش مقتدين بخلق الرسول عزت والسلام او بالخلق الكريم او بحسن الخلق فربنا سبحانه وتعالى وصف الرسول عزت والسلام وقال وانك على خلق عظيم واذا لما ربنا سبحانه وتعالى يصف الرسول بهذه الصفة اذا لابد كلنا ان نتسابق ونتلاحق كي نكون متصفين بحسن الخلق فانا بوجه رسالة للشخص كمان اللي هو اسائلية بالاسلوب ده وبالطريقة دي احب اقول له ما كانش فيه شيء يستدعي ذلك لكن عليك يعني انك انت ترجع لي صفات الرسول وان انت تربي ده في اولادك قبل الاجيال اللي انت بتربيهم وبتعلمهم حتى مشهور عندنا التربية والتعليم اذا دور المدرس ان هو يا ربي قبل ما يعلم لو انا علمت من غير ما ربي لا فائدة لو ربيت وما علمتش فيه مجال للناس تانية انها ممكن تعلم احب اشكركم جدا واختم بس بقية قرآنية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم التوجير رساله والسلام فبما رحمة من الله لانت لهم ولو كنت فضا غليظة القلبي لن فضوا من حولك اذا عليكم باللين ويرحم الله كل لين سهل واشكركم جدا على حسن متابعتكم اليه النهاردة في حلقتي واحب انها تكون نالت اعجابكم واشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامجكم نعم استطيع ومعكم لم يقل بلتان دي اشتركوا في القناة